أعتقد من شجاعة الأخوان أن يأتوا بي لكي يستمعوا إلى رأي مجموعة كبيرة وثلة كبيرة جدا من المجتمع الكويتي من السنة والشيعة استاؤوا من مثل هذا المانشيت أن الحسينيات تتعهد بعدم سب الصحابة وكأن الحسينيات قد أدينت أو كانت تقوم بمثل هذا الأمر في السابق وأعتقد أنا أيضا أن هناك خلل في الصياغة لعله قد يكون من هذا لا أظن الأمر متعمد لأنه بالنهاية كنا أبناء الكويت وكنا نحب الخير لبلدنا وكنا يد واحدة لا شك في ذلك ولذلك مثل هذا الأمر يستدعي وقفة جيدة وأنا أعتقد أن حضوري هذه الليلة هو لتصحيح مثل هذا المانشيت الذي قد أثار مثل هذا اللبس ولا شك أن الحسينيات في الكويت والمجالس الحسينية لم تقم يوما من الأيام بأي إثارة تتعلق بأننا نحترم كل صحابة رسول الله وكل الرموز الدينية في كل الأديان كمان وهذا ممكن يعني مو شيء غريب علينا هذا من وصايا أهل البيت عليهم السلام لنا أن نحترم الآخرين وهي وصية رب العالمين لنا بأن نحترم كل من يلتزم بشخصية معينة أو رمز معين أيضا كرمز ديني أو ما إلى ذلك